السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اماني سالم معاكم النهاردة هنعمل مع بعض بطاطس ويتجز بطريقة مبسطة جدا جدا والطعم كمان حكاية يلا نشوف عمانيها ازاي شايفها بقى ما شاء الله شكلها رائع ازاي والطعم كمان مقلكيش على الجميل يلا بينا مع بعض نشوف عمانيها ازاي معاكم اماني سالم لكلهم تابعيني وحبيبي النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس المشوية اللي بيتعملها في المطعم شايفها باية ستة هنجيب معانا اتنين كيلو بطاطس ونقعهم كده في المياه ودي فورشة بتتباع عند ادوات المنزلية حلوة اوي 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 بتنظفي بها الخضار القشة الخارجية بتطماني اللي هي زي الفل شايفها بالشكل ده وكل العل بطاطس هيتشال ودي بقى زي الفل بس اهم حاجة تبقي نقع البطاطس الاول وبعد كده هنعمل الخطة اللي احنا عملناها دي علشان طبعا احنا هنعمل البطاطس باشرها فليزم نخسلها كويس جدا خلاص بس اهم حاجة تكون نقع البطاطس عشر دقايق كده وابتدي اخسلها ونضفها بالفرشة زي ما انت شايفها كده بالزبط ويلا بينا مع بعض شوف هنعملها وخلصنا كده تنظيف البطاطس وتأكدنا ان القشرة زي الفل اللي احنا طبعا هنأكلها باشرتها فليزم تبقى زي الفل هنبتجي بقى نسمي بالله ونقطع البطاطس بتاعتنا شايف هنقطعها بالطول ازاي والصمك يبقى مناسب ما اتخنوش اوي ولا اترفعي اوي علشان يستوي معنا وهتعجبك جدا جدا الوصفة ورائعة والطعم كمان حكاية خلاص كده خلصنا كل الكمية هنبتجي بقى اتبلها تعالي بقى شوف هنعمل ايه فيه صوس الجبنة بالداع فيه سوبر ماركت هنتبل بيه البطاطس وتشوفي بقى طعم البطاطس ده هنبقى حكاية ومعايا بابركة احط معلقتين كبار ومعلقتين زيت وحبة ملح ومعايا زعتر احطها كده فوق الوش ودي المكونات رائعة جدا وحط معايا معلقة نيشة كبيرة حلوة كده عشان البطاطس تخرفش معايا وتبقى زي الفل خلاص وهنخلط كل المقادير كلها على بعض علشان كل المكونات تشرب منها البطاطس يعني تقعد بالزبط بالزبط ربع ساعة وتشوفي بقى جمال البطاطس طعم بقى ايه ما قولي كيش طعم خرافة جدا 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 بصي بقى احنا مش هنشوي البطاطس في الفرن وتاخد مني وقت انا هجيب حلة كده وحط فيها حبة زيت صغيرة ما تقطريش الزيت وحمر البطاطس وتعالي شوهي بقى جمالة وحلوتها خلاص كده هي استوت وعنطلحها بقى وشوفي الجميل ودي البطاطس بتاعتنا بعد ما استوت ماشاء الله رحتها رائعة والسوس ده اللي موجود معانا التدبيلة بتاعة البطاطس اتبقى منها طبعا انا صفتها وحطتها في طبق صغير علشان كل ما ناكل البطاطس نغمس منها طعم تاني رائع رائع رائ طبعا مش هنرمي التدبيلة تعالي شوفي بقى الجمال البطاطس بتاعتنا رائعة واستوت وهشة وجميلة جدا 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 يا رب ان شاء الله اللي بصة تكون عجبتكو تعالوا بقى نفتح البطاطس بتاعتنا وشوفي الجمال هشة جدا ومستوية على الاخر شايفة يا رب ان شاء الله اللي بصة تكون عجبتكو وتعاملوها للاولاد احنا في ايام امتحناتها هو دلوقتي وهيفرحوا جدا بيها وان شاء الله بالفهنا وعافية ويلا بقى دلوقتي لو عندك بطاطس قوم اعمليها بسرعة سهلة ج وبسيطة ما خدتش مني اي وقت وكل المكونات في البيت ويا رب لو لو وصل عجبته اشتركه في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد وان شاء الله اتدعوية من القلب للقلب وكان معاكم اماني سالم وان شاء الله بالفهانة وعافية اشتركوا في القناة